موسيقى تواصل الجسل الجوي لإعادة الحجاج المصريين لأرض الوطن بعد أداء مناسك الحج الرئيس الفرنسية يعقد اليوم اجتماعا لتقييم الأوضاع على خلفية أعمال الشغب ودخلية تعلن توقيف المئات روسيا تدمر محطة ستارلينك الأوكرانية للاتصالات الفضائية وموسكو تشن أول هجوم بطائرات المسيرة على كييف منذ 12 يوم الثالثة مساء بتوقيت القاهرة الثانية عشر بتوقيت بانيش نشرة أخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري أهلا بكم اختتم بيوف الرحمن أداء مناسك الحج في سلاسة ويسر مع أدائهم طواف الوداع وفي ختام المناسك يتجه بعض ضيوف الرحمن إلى المنافذ البرية والبحرية والجوية للعودة إلى أوطانهم بينما يتجه آخرون إلى المدينة المنورة لزيارة المسجد النبوي الشريف لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والمرك لا تريدك يتواصل تسيير الجسر الجوي الذي تقوم به الدولة لعودة حجاج بيت الله الحرام من الأراضي المقدسة إلى أرض الوطن ووضعت الدولة خطة متكاملة لاستقبال رحلات العودة لحجاج بيت الله الحرام لتسهيل إنهاء إجراءات الوصول وخاصة لكبار السنة ودوء الاحتياجات الخاصة مع ضرورة الالتزام بنفس المستوى الذي تم خلال سفرهم لأداء فريدة الحج وللمزيد ينضم إلينا من الأراضي المقدسة موفد التلفزيون المصرية محمد حلمي محمد بعد التحية ضعنا في الأجواء لديك وإجراءات عودة ضيوف الرحمن حيات لك محمد من مقار البعصة الطبية المصرية بمكة المقرمة اليوم سوف يتم من خلال الجسر الجوي التابع للشركة الوطنية يسير 14 رحلة منهم 9 رحلات من جدة وخمسة رحلات من المدينة المنورة الأجاجة هذا الأجاجة الذي عنه مشعائل وزيارة الحبر ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم لكن هناك الأكثرية من ضيوف الرحمن تم تفردهم اليوم وخلال أيام القدمة إلى المدينة المنورة لإستكمال الرحلة المقدسة الوضع الصحي محمد الحمد لله نفر الرحمن بخير لا توجد أي عمرات معدية عدد المنومين في المستشفيات منذ بدء الرحلة المقدسة وحتى اليوم وزيارة 88 حالة تم هروق 36 بقي 52 حالة منهم 24 حالة بالعناية المركزة 24 منهم 11 حالة على أجهزة الصناعة ولكن الحمد لله حالاتهم مستقرة بعيد من قلطات بالمخ أو قلطات بالقلب غيبوبة سكرية باطئ الحمد لله حالاتهم مستقرة في الأقسام الداخلية تقدم لهم العناية من خلال الصنفات السعودية بالتعاون مع الجحصة الطبية المصرية وكذلك تم استكمال عمل العادات الطبية لكان انتصلتها سواء في مكان المكرمة أو المدينة المنومة والتي تصل إلى 23 ميادة عدد المترابلين حتى اليوم أكثر من 19 ألف حاج ردد على هذه الميادات بيقدم لهم مستدامات دولة المكتشفية علاجية وكذلك الدولة التوعوية التي وصلت إلى أكثر من سبعانات نجوة توعوية ردد عليها أكثر من 28 ألف حاج الحمد لله الوضع مستقر بالنسبة لطباج المصرين رغم تجارات المناخية وارتباع درجات الحرارة التي وصلت أثناء الشعار إلى 48 درجة مئوية كان هناك تزايد في الأعداد من خلال على أعداد ضربات الشمس ولكن تم التعامل مع هذه الحالات سواء من الأطباء المصريين أو دخولهم الممتشفيات وطلبين لهم الأناية النازلة من خلال الصنفات السعودية الحمد لله أنك أجواء روحامية وعطى الخطوة المصرين بين بنيف الرحمن وبحصة الحباج المصريين أعقدون واستحسان من قبل الحباج المصريين لقد رفعهم معهم بمقار لرقاماتهم لما يقدم لهم على مدار الساعة من خدمات بيجستية وطبية سواء على مستوى البعثات النوائية أو أجلسة الطبية المصرية الحمد لله نتمنى لك عودة سالمة ولكل ضيوف الرحمن محمد حلمي موفد التلفزيون المصري كنت معنا من الأراضي المقدسة شكرا جزيلا لك حذيت محافظات الصعيد باستثمارات حكومية وصلت إلى 1.8 تريليون جنيه خلال العشر سنوات الماضية حيث وضعت دولة تطوير محافظات الصعيد على رأس أولويات أجندتها الوطنية وتحول صعيد مصر خلال الفترة الماضية إلى قصة نجاح وطنية أشهدت بها العديد من المؤسسات الدولية بعد عقود من الإهمال والتهميش لصعيد مصر حرست الدولة منذ تولي رئيس السيسيا على الاهتمام بمحافظات الصعيد ووضع تطويرها على رأس أولويات أجندتها الوطنية ضمن خطة الدولة لتطوير المناطق المتأخرة تنمويا ليحظى المواطن بحياة كريمة منذ تولي رئيس السيسي قيادة البلاد ودع صعيد مصر عقودا من الإهمال والحرمان والتهميش بفضل ثورة الثلاثين من يونيو وتجسد ذلك بصورة كبيرة في المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية حياة كريمة والتي بلغت محافظات الصعيد المستهدفة فيها نحو ثمانية وستين في المائة من المرحلة الأولى وتم تنفيذ مشروعات بها بنحو مائتين وأربعين مليار جنيه بالتزامن مع احتفال المصريين بالذكرى العاشرة لثورة الثلاثين من يونيو أصبح للصعيد وجه آخر بعد أن انتهى بشكل كامل من تنفيذ ثلاثة ألاف ومائة وستة وتسعين مشروعا بقيمة إجمالية تبلغ تسعة وسبعة من عشر مليار جنيه من إجمالية أربعة ألاف وأربعمائة وثلاثة وخمسين مشروعا جاريا ومنتهيا باستثمارات إجمالية تبلغ ستة عشر وتسعة وثلاثين من مائة مليار جنيه حيث تم تشغيل هذه المشروعات وإتاحة خدمتها للجمهور وفي إطار دعم بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات وتعزيز دور القطاع الخاص فقد تم الانتهاء من تطوير وتشغيل ثلاثة وعشرين مركزا تكنولوجيا لخدمة المواطنين والأعمال بكافة مراكز محافظتي سهاج وقنة بالإضافة إلى الانتهاء من تنفيذ خطط دعم وتطوير أربعة تكتلات اقتصادية وعدة بالمحافظتين أعمال التطوير مستمرة على قدم وساق في محافظات الصعيد لتنفيذ عدد كبير من مشروعات التنمية الحضرية وتطوير الواجهات النيلية وهي مشروعات من شأنها أن تتيح فرص عمل مستدامة وتعزز القيمة الجمالية والتخطيطية لمدن المحافظات المستهدفة ومن المتوقع الانتهاء منها في الثلاثين من يونيو من عامي ألفين وأربعة وعشرين ولضمان استدامة الممارسات الجيدة لخطة تنمية الصعيد سعت الدولة إلى تدريب الكوادر على إدارة الأصول العامة والموارد الداتية في تنفيذ المشروعات لزيادة الاستثمارات كما تم الانتهاء من تدريب كافة رؤساء المراكز والقرى ومسؤول وحدات تأقورة ومراكز المبادرة الرئاسية حياة كريمة وذلك على الممارسات التي تضمن استدامة الأثر التنموي لمشروعات المبادرة وجه الصعيد الجديد تحول إلى قصة نجاح وطنية أشادت بها العديد من المؤسسات الدولية حيث تم إدراج برنامج التنمية على منصة الأمم المتحدة كأحد أهم البرامج المحققة لأهداف التنمية المستدامة في العالم وهو ما عكس اهتمام الدولة بتحويل المناطق الأكثر احتياجا إلى وجهات حضرية ضمن خطواتها للمضي نحو الجمهورية الجديدة أولت الدولة التنمية المستدامة أهمية قصوى منذ ثورة الثلاثين من يونيو لعام 2013 حيث ظهر ذلك في تذليل العقوبات التي واجهت تنفيذ المشروعات وذلك لسرعة الانتهاء من كافة المشروعات في التوقيتات الزمنية المحددة لها جهود الدولة لم تقتصر على ملف بعينه لكنها تضمنت المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والرياضية وذلك ضمانا لأحداث نقلة نوعية في حياة المواطنين في جميع المحافظات منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسي مقاليد الحكم في عام 2014 شهدت مصر إنجازات غير مسبقة في المجالات والملفات التي تهم المواطن بمختلف المحافظات وكان لصورة الثلاثين من يونيو الفضل الكبير فيما تحقق من تطور في جميع القطاعات الخدمية وضعت صورة الثلاثين من يونيو المجيدة مصر على طريق الخير والتقدم والبناء والتنمية كما أن الاستثمارات التي ضختها الدولة في مجالات الإدارة المحلية خلال تسع سنوات دليل على انحياز القيادة السياسية للعدالة الاجتماعية بين كافة أبناء المحافظات الإنجازات المتنوعة في مجالات الإدارة المحلية على أرض الواقع بالمحافظات تأتي في ظل متابعة دورية ومخصصات مالية كبيرة لتنفيذ استثمارات ضخمة بلغت قيمتها نحو 360 مليار جنيه دور حيوي لعبته الدولة في مجال الطرق من خلال تنفيذ 12 ألف مشروع بإجمالي استثمارات بلغت 90 مليار جنيه لرصف ورفع كفاءة الطرق وإنشاء الكباري للحفاظ على أرواح المواطنين وحال الاختناقات المرورية وفي مجال تحسين البيئة ومنظومة المخلفات أنفقت الدولة 57 مليار جنيه على تنفيذ 7200 مشروع وتضمنت الجهود في منظومة المخلفات الجديدة لإدارة المخلفات الصلبة تنفيذ 225 مشروع بتكلفة بلغت 8 مليار جنيه فضلا عن زراعة 7.7 مليون شجرة من خلال المبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة وعلى صعيد تحسين خدمات الكهرباء والإنارة بالقرى والمدن نفذت أجهزة الدولة 15 ألف مشروع بتكلفة وصلت إلى 35 مليار جنيه كما تم تنفيذ 3500 مشروع في مجال الأمن والإطفاء والمرور للحفاظ على الأرواح والممتلكات العامة إلى جانب إنفاق 9.3 مليار جنيه لتنفيذ 2445 مشروعاً لتطوير هيئتي النقل العام بالقاهرة والإسكندرية ودعم تنفيذ احتياجات عاجلة بالوحدات المحلية عبر 4000 مشروع بتكلفة وصلت إلى 15 مليار جنيه وبهدف الحفاظ على صحة المواطنين وعلى البيئة نفذت الدولة خطة لتطوير ورفع كفاءة المجازر الحكومية بالمحافظات فتم التنسيق بين مختلف الجهات المعنية لتحديد 147 مجزراً لرفع كفاءتها وتطويرها بتكلفة إجمالية قدرها ثلاثة وخمسة من عشر مليار جنيه محافظة شمال سيناء احتلت مكانة خاصة في عملية تنمية وتطوير قطاعاتها المحلية من خلال مشروعات متنوعة لرصف الطرق بأطوال بلغت 120 كيلو متر لربط مدن ومراكز شمال سيناء بتكلفة وصلت إلى ثلاثة مليارات جنيه وبشأن المبادرة الرئاسية حياة كريمة نفذت أجهزة الدولة بقطاعات الإدارة المحلية بالمحافظات مشروعات في ثلاثة مائة وخمس وسبعين قرية بتكلفة وصلت إلى إسنى عشر وخمس من عشر مليار جنيه كما تضمنت جهود الدولة خلال السنوات التسع الماضية الحد من ظهور مناطق غير آمنة جديدة من خلال تنفيذ خمسة آلاف واربعمائة وخمسين مشروعاً بالإضافة إلى تنفيذ ثلاثمائة ألف وصلة صرف الصحية وحل مشكلات سلاسمائة وخمسين من المشروعات المتعسرة بتكلفة أربعين مليار جنيه مما أدى إلى توفير خمسة وخمسين ألف فرصة عمل وفيما يخص قانون التصالح على مخالفات البناء والتعديات على أراضي أملاك الدولة بلغ إجمالي عدد طلبات التصالح نحو إثنين وثمانية مليون طلب تصالح وفي مجال تطوير المواقف وساحة انتظار المركبات تم إنشاء وتطوير ألفين وتسعمائة وواحد وثلاثين موقفاً وساحة بتكلفة وصلت إلى إثنين وخمسة من عشر مليار جنيه مع تخصيص عشرة مليارات جنيه لترفيق المناطق الصناعية تشجيعاً للاستثمار تعد المدن الجديدة بمثابة استراتيجية قومية تهدف إلى إحداث التنمية الشاملة في كافة ربوع الوطن ودليلاً قوياً على جهود الدولة نحو توفير أعلى معايير العيش الكريم للمواطنين وتتميز المدن الجديدة بكونها من مدن الجيل الرابع متعدد الأنشطة التي تعمل على دفع عجلة الاستثمارات وتعزيز الأنشطة الاقتصادية وتوفير فرص أكثر لمشاركة القطاع الخاص مع إتاحة التنقل من خلال الربط مع المدن الأخرى المدن الجديدة في مصر تعد بمثابة استراتيجية قومية تهدف إلى إحداث التنمية الشاملة في كافة ربوع الوطن ودليلاً قوياً على جهود الدولة نحو توفير أعلى معايير العيش الكريم للمواطنين حيث تتميز جميعها بأنها من مدن الجيل الرابع متعدد الأنشطة التي تعمل على دفع عجلة الاستثمارات نحوها وتعزيز الأنشطة الاقتصادية لها كما توفر فرص أكثر لمشاركة القطاع الخاص مع إتاحة التنقل من خلال الربط مع المدن الأخرى وتعد مدينة دمياط الجديدة واحدة من أهم المدن الجديدة التي تأتي ضمن الخطة الشاملة التي نفزتها الدولة خلال السنوات الماضية لبناء سلاسين مدينة من مدن الجيل الرابع على مستوى الجمهورية بشكل يتكامل مع رؤية مصر 2030 الهادفة للقضاء على العشوائيات وتقليل التداعيات الاقتصادية والبيئية والاجتماعية الناجمة عن التوسع الحضرية المدن العمرانية الجديدة تميزت بمخططات عمرانية مرتبة ومنظمة تهدف إلى توحيد كل خدمة في نطاقها سكني منها سكني والصناعي في محله والتجاري في محله بما يخدم المواطن الذي يرغب في تنمية في حياة كريمة يتوافر فيها عناصر التنمية موقع دمياط الجديدة من أهم ما يميزه أنه يطل على ساحل البحر المتوسط شمال محافظة دمياط الحالية ويبعد حوالي أربعة وخمسة من عشر كيلو متر عن ميناء دمياط كما يمكن الوصول إلى المدينة بسهولة من خلال الطريق الدولي الساحلي طبعا أنا من الناس اللي كنت ساكن في دمياط الجديدة من بدايتها يعني من التسعينات القرن الماضي كانت لسه سحراء وبتنشأ جيدا فأنا كنت مستشرف أنه يبقى هنا المستقبل أنا من الناس اللي كان عندي بيت في دمياط القديمة بيعته وقد اشتريت شقة في دمياط الجديدة في دمياط الجديدة في مدن كثيرة جدا وفي جاري إنشاء حوالي أربعة عشر مدينة جديدة في المحافظات خصوصا في الصعيد في الظاهير الصحراوي بالنسبة للخدمات طبعا في الفكر الهندسي بيكون فيه تخطيط وحسابات للكتلة السكانية وبيتم توزيع الخدمات على أساس هذه الكتلة السكانية مدينة دمياط الجديدة تضم جميع الخدمات التي تجعل منها مدينة متكاملة لما تحتويه من جميع مقاومات الحياة ومن مناطق خدمية وتعليمية وترفيهية ما كنتش متخيل أصلا في شكل العمائر والكلام ده وتضمات الجديدة فلا بصراحة مدينة منظمة ومدينة جديدة وبص نتمنى المسكولاتيجيين ميزة الثانية برضو فيها جواها جواها كويس جدا لأنها رمي البحر شوارحها وسعة فيها جنين كتير مش حارة زي القاهرة وجواها معتدل بخلاف القاهرة مدينة دمياط الجديدة تشتمل أيضا على كل مقاومات الحياة والتعلم والترفيه لم يغفل مخاطط المدينة عن تخصيص مناطق صناعية بها إذ يبلغ حجم الاستثمارات خمسة وسلاسة من عشر مليار جنيها موزعة على قطاع الإسكان وقطاع الخدمات وقطاع المرافق وقطاع الزراعة فدمياط الجديدة تعد نموزجا حيا للمدينة الهادئة التي تمتلك أغلب سبل النجاح ومقاومات التفرد التي لا تخل من عناصر التنظيم والتخطيط العمراني الفريد وامتلاك وسائل الجذب لكافة طوائف المجتمع عكفت وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج منذ 30 يونيو على إطلاق العديد من المشروعات التي تخدم المصريين بالخارج والعمل على ربطهم بوطنهم الأم وتنفيذا لتوجهات رئاسية نظمت وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج العديد من الفعليات والمبادرات للحفاظ على حقوق الهملة منذ قرار الرئيس الجمهورية في 19 سبتمبر لعام 2015 عادت وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج إلى الحكومة ومنذ هذا التاريخ وهي تعمل على ربط المصريين بالخارج بالوطن الأم وتعزيز المشاعر الوطنية والانتماء لديهم ولقد عكفت الوزارة منذ إنشائها على إطلاق وتنفيذ مشروعات في العديد من الجوانب والمحاور التي تحقق مستهدفاتها من بينها ربط الطيور المهاجرة بوطنهم فعملت على استقطاب العقول النيرة من خبرائنا وعلمائنا بالخارج وذلك عبر إطلاق المؤتمر الوطني مصر تستطيع وهو ما سهم في تحقيق تعاون مثمر ما بين علماء مصر تستطيع والعديد من الوزارات والجهات الحكومية وفي إطار مواجهة الهجرة غير الشرعية نظمت وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج العديد من الفعاليات التي استهدفت مواجهة هذه الظاهرة بالإضافة إلى تشجيع سبل الهجرة الآمنة كما عملت على توفير العديد من فرص التدريب لفرص العمل المطلوبة بالخارج وأطلقت وزارة الهجرة حملات توعوية بشأن مخاطر الهجرة غير الشرعية ما أثمر عن توقفها وبشكل كامل في العام 2016 فضلا عن إطلاق المبادرة الرئاسية مراكب النجاة وعقدت وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج عقدت المؤتمر الأول للكيانات المصرية بالخارج في العام 2019 بحضور 55 كيانة من 33 دولة إضافة إلى المؤتمر الثاني في العام 2021 وذلك بهدف تذليل الصعوبات التي يواجهها المصريون بالخارج ومناقشة كافة مشاكلهم وفي إطار التوجهات الرئاسية بالحفاظ على حقوق العمالة الموسمية وغير المنتظمة أعلنت وزارة الهجرة عن طرح شهادة أمان للعمالة المصرية المغتربة في الخارج على غرار طرحها بالداخل وذلك لتوفير تغطية تأمينية الأزمات الدولية لم تكن بعيدة عن نطاق اهتمام وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج وذلك انطلاقا من أزمة فيروس كورونا والتي استطاعت خلالها الدولة إعادة واستقبال نحو 80 ألف مصري من القادمين من الخارج والتعامل مع ملف إعادة الطلاب المصريين من أوكرانيا بعد بدء أزمة الحرب الروسية الأوكرانية بالإضافة إلى التحرك الفوري لمتابعة أوضاع المصريين في سوريا وتركيا بعد أزمة الزلزال المدمر والمشاركة في عمليات إجلاء المصريين من السودان الشقيق خلال الأزمة التي يمر بها وإلى جانب تشجيع المصريين بالخارج على ممارسة مختلف حقوقهم الدستورية من خلال السفارات المصرية في دول العالم أطلقت وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج المبادرة الرئاسية اتكلم عربي وذلك لتعزيز الهوية المصرية لأبنائنا والتوعية بتاريخ بلادهم العظيمة المصريون بالخارج ثروة لمصر ومعين لا ينضب من الدعم والأفكار البناءة والتي تؤمن الدولة أنه لا سبيل للاستغناء عنهم يحضل تعليم العلي والبحث العلمي في مصر باهتمام ودعم ومتابعة من الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال السنوات العشر الماضية بمنعكس على تطوير شامل في منظومة التعليم الجامعية بمصر ووجهت الدولة دعما هائلا لإنشاء جامعات أهلية جديدة تعتمد على أحدث نظم التعليم المتبعة في كبرى الجامعات الدولية تطور كبير وغير مسبوخ شهده قطع التعليم العالي والبحث العلمي في مصر خلال السنوات العشر الماضية حيث خضع لعملية تطوير شامل من أجل تخريج جيل متطور وفقا لمتطلبات سوق العمل قادر على المساهمة في التنمية والإنتاج ويولي الرئيس سيسي دعما كبيرا لقطع التعليم الجامعي من خلال التوسع في إنشاء جامعات أهلية جديدة لتكون بمثابة إضافة هامة لتطوير المنظومة التعليمية في مصر خاصة وأن هذه الجامعات تقدم برامج دراسية بينية حديثة تعتمد على أحدث نظم التعلم والمتبعة في كبرى الجامعات الدولية وتعد الجامعات الأهلية من الجامعات الذكية لا تهدف إلى تحقيق الربح وإنما يعاد ضخ المصرفات الطلابية لإعادة استخدامها في أعمال الصيانة وتحديث وتطوير المعامل والورش وتطوير المنظومة التعليمية والبرامج الدراسية الحديثة تواكب أحدث النظم العالمية وتعمل على تلبية احتياجات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي الجامعات الأهلية قامت بتوقيع العديد من بروتوكولات التعاون والشراكات مع كبرى الجامعات الدولية المرموقة لتطوير ودعم العملية التعليمية ولترحي برامج دراسية مزدوجة الشهادة حيث يحصل الطالب بمجابها على شهادة من الجامعة الأهلية المصرية وشهادة من الجامعة الأجنبية ونجحت الدولة في إنشاء أربع جامعات أهلية هي جامعة الملك سلمان الدولية والعالمين الدولية والجلالة والمنصورة الجديدة كما تم إنشاء 12 جامعة أهلية جديدة وهي بنها وحلوان والإسماعيلية الجديدة والإسكندرية وأسيوت والمنصورة وبني سويف والزقزيق وجنوب الوادي والمنوفية والمينيا وشرق بورسعيد وبدأت الدراسة بها خلال العام الدراسية 2022-2023 بخلاف أربع جامعات أهلية تعمل منذ عدة سنوات وهي جامعة النيل الأهلية والجامعة الفرنسية في مصر والجامعة المصرية للتعلم الإلكترونية وجامعة مصر للمعلوماتية ليصبح إجمالي عدد الجامعات الأهلية 20 جامعة أهلية تقع في مختلف أنحاء الجمهورية وتهتم الجامعات الأهلية بالانضمام إلى التحالفات الإقليمية مع المؤسسات الأكاديمية والصناعية والإنتاجية لتلبية احتياجات الأقاليم الجغرافية ولدعم جهود تنمية الاقتصاد المحلي ولخدمة المجتمع والبيئة المحيطة ترجمة نانسي قنقر أزمات كثيرة ضربت العالم وخلفت وراءها تدعيات مستمرة حتى الآن وتعد مصر من بين الدول التي تأثرت بالأزمات وعملت على إيجاد أفضل السبل للتعامل معها لتقليل أثارها السلبية وكان القطاع الاقتضي من أبرز القطاعات المتضررة بسبب الأزمات والتحديات الدولية المتنوعة أزمات كثيرة مرت على العالم وتركت تدعيات مستمرة حتى الآن وتعد مصر من بين الدول التي تأثرت بالأزمات فعملت على إيجاد أفضل السبل للتعامل معها لتقليل الآثار السلبية المترتبة عليها حماية لمكتسبات الوطن والمواطنين القطاع الاقتصادي كان الأبرز من بين القطاعات المتضررة بسبب الأزمات والتحديات الدولية المتنوعة ومن بينها أزمة تغير المناخ فلم تتأخر مصر كثيراً حتى وقعت على اتفاقية باريس للمناخ والتصديق عليها في البرلمان خلال عامي 2016 و2017 وذلك إدراكاً منها لما يمكن أن تؤدي إليه مثل تلك الأزمات من كوارث طبيعية تتأكل معها كل المكتسبات الاقتصادية التي تحققت بفضل برنامج مصر للإصلاحات الهيكلية والذي بدأ في عام 2016 ومع بدء انتشار جائحة كورونا في عام 2020 وما نتج عنها من خسائر فادحة في الأرواح والاقتصاد صارعت مصر في المرحلة الأولى نحو إجلاء رعاياها من الصين مع تعليق الرحلات الجوية مع بيكين قبل أن تبدل القاهرة كل ما أوتيت من قوة في سبيل الحصول على كميات هائلة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا من خلال استجلابها من الخارج أو تصنيعها محلياً بالتعاون مع كبريات الشركات المعنية التعامل المصري مع أزمة كورونا لم يقتصر على النواحي الصحية فحسب حيث كان للقيود التي فرضت لكبح انتشار الفيروس تأثير على النمو الاقتصادي في البلاد لكن تعافى النمو سريعاً وحقق معدلات عالية بفضل التعامل المرن مع مختلف التطورات العالمية بالتوازي مع البرامج الاجتماعية والمخصصات الضخمة التي خصصتها مصر لحماية الفئات الأكثر احتياجاً وإنقاذ القطاعات الاقتصادية من الانهيار وفي منتصف أغسطس من عام 2021 انفجرت الأزمة الأفغانية إثر دخول قوات حركة طالبان إلى العاصمة كابل معلنة مولد حالة سياسية جديدة فكان التحرك المصري سريعاً وفعالاً لإعادة الجالية المصرية المتوجدة في أفغانستان إلى أرض الوطن ومن بينهم مسؤول السفارة المصرية والبعثة الأزهرية وعدد من العاملين المصريين وفي وقت ظن فيه العالم أن المكتسبات قد تبدأ في النمو في مرحلة ما بعد كورونا أطلت على العالم الأزمة الروسية الأوكرانية في فبراير من عام 2022 والتي نتج عنها أكبر أزمة طاقة تشهدها الاقتصادات منذ سبعينيات القرن الماضي ومع ارتفاع التضخم بشكل غير مسبوق واتجاه البنوك المركزية الكبرى نحو تجديد السياسات النقدية عملت مصر على تطوير سياستها الاقتصادية نحو الاعتماد بشكل أكبر على التصدير وتوطين الصناعة مع تحديث سياستها النقدية ما يجنب الاقتصاد الخسائر غير الضرورية التي تنعكس سلباً على المواطنين في مختلف النواحي وبالتوازي مع التحرك الاقتصادي كان الموقف الرسمي تلخص في ضرورة حل الأزمة الروسية الأوكرانية سياسياً لإبعاد العالم عن مخاطر المواجهة بين القوى العظمى وتجنب مزيد من الخسائر الاقتصادية والأزمات العالمية التي ينتظر بعضها حلولاً منذ عقود طويلة أفادت وكالة الأنباء الفرنسية نقلاً عن شهود عيان أن ضاحية أم دورمان شمالي غرب العاصمة السودانية الخرطوم شهدت اشتباكات بمختلف أنواع الأسلحة بين الجيش وقوات الدعم السريع وتزامناً أفادت منظمة أطباء بلا حدود بأن ولاية النيل الأبيض جنوب الخرطوم تستقبل أعداداً متزايدة من النازحين محذرة من خطورة الوضع في ظل الاشتباه بحالات إصابة بالحصبة وسوء التغذية لدى الأطفال اقتحم مستوطنون إسرائيليون بحث المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغرب بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلية وقالت مصادر فلسطيني أن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى ونظموا جولات استفزازية في بحثه من جانبها أوضحت مصادر أمنية فلسطينية أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت فلسطينياً بعد أن دهمت منزله في مدينة الخليل الواقعة جنوب الدفة الغربية المحتلة تصدت قوات الدفاع الجوية السورية لهجوم إسرائيلي بالصواريخ استهدف بعض النقاط في محيط مدينة حمص ونقلت وكالة الأنباء السورية سانا عن مصدر عسكري قوله أن القوات الإسرائيلية تشنت الهجوم فجر اليوم من أنحاء شمال شرق بيروت مشيراً إلى أن الهجوم أسفر عن خسائر مادية فقط أعلنت وسائل أعلام فرنسينا رئيس الفرنسي إمانويل ماكرون سيعقد اجتماعاً مساء اليوم في الإليزي لتقييم الأوضاع على خلفية أعمال الشغب في البلاد هذا وأكدت وزارة الداخلية الفرنسية توقيف 719 شخصاً في حصيلة غير نهائية لخمس ليلة من أعمال الشغب التي اندلعت بعد مقتل شاب برصاص شرطية وكانت أعمال الشغب في فرنسا قد سجلت تراجعاً والحوضاً بعد ساعة من تشيع جثمان الشاب الذي أشعل مقتله برصاص شرطة شرارة أعمال عنف النأب البلاد لا تزال فرنسا توصل نشر قوتها بالألاف في مناطق مختلفة بالبلاد في محاولة لوقف أعمال الشغب المتواصلة احتجاجاً على مقتل شاب برصاص شرطية فالعاصمة باريس نشرت قوات الأمن قوة كبيرة من عناصر إنفاذ القانون على طول جادة أشانزليزيه في وقت انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي منذ الجمعة دعوات إلى التجمع والنزول للشوارع وفي محاولة للسيطرة على الوضع الذي كان يتفاقم أعلن وزير الداخلية الفرنسية جيرالد دارمانان تعبئة نحو 45 ألفاً من عناصر الشرطة والدرك للتعامل مع أعمال الشغب وإعادة السيطرة على الشوارع وبسبب الاضطرابات التي تكتاح فرنسا في الوقت الراهن أعلنت فرنسا وألمانيا أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أرجع زيارة رسمية إلى برلين كان من المقرر أن تبدأ الأحد وستزيد الاضطرابات الضغط السياسي على الرئيس ماكرون حيث تمثل ضربة لصورة فرنسا على الصعيد العالمي قبل عام واحد من استضافة الألعاب الأولمبية وواجه ماكرون بالفعل شهوراً من الغضب ومظاهرات اتسمت بالعنف في بعض الأحيان في جميع أنحاء البلاد بسبب التعديلات التي أدخلت على قانون التقاعد هي إذن ظروف استثنائية تواجهها السلطات الفرنسية في محاولة للسيطرة على الوضع في الشارع خوفاً من تفاقم الأحداث وخروجها عن السيطرة قتل شخصان على الأقل وجرح 28 آخرون في إطلاق نار في مدينة بلتمور الأمريكية حيث أفد شهود عيان أنه سمع دوي ما بين 20 و30 طلقة نارية وقال نائب مفوض الشرطة ريتشورلي إن السلطات تعمل على تحديد هوية مشتبه به ومعرفة دوافع إطلاق النار هذا وتسجل الولايات المتحدة أعلى معدل للوفيات الناجمة عن إطلاق نار مقارنة بأي دولة متقدمة وفقاً لمنظمة أرشيف العنف المسلح لقي أربعة من أفراد الشرطة وحرص الحدود الباكستانية مصرعهم جراء هجوم الارهابية استهدف نقطة تفتيش أمنية في منطقة بلوشستان وأوضحت وسائل الأعلام الباكستانية أن قوات الأمن نجحت في قتل أحد الإرهابيين بعد تبادلاً لإطلاق النار فيما أصيب إثنان آخران مشيرة إلى أنه تم تسليم جثة الأرهابية المقتول إلى دائرة مكافحة الإرهاب أعلنت منظمة غير ربحية في اليابان بناء ملجأ نووي النموذجي بالقرب من العاصمة توكيو لزيادة الوعي وتشجيع الناس على التفكير في حفر مخبأ خاص بهم وأوضحت المنظمة أن ذلك يأتي وسط تزايد المخاوف الأمنية بشأن تهديد النووي الروسي وطموحات كوريا الشمالية الصاروخية هذا وأفادت وكالة الأنباء اليابانية بأنه على الرغم من عدم فتح الملجأ للجمهور بعد فقد تم افتتاح الهيكل الخرساني تحت الأرض لمنظمة المأوى النووي اليابانية في موقف للسيارات في مدينة سوكوبا أبدى الرئيس برازيلية لولا داسالفا عدم اهتمامه إذا منع القضاء نظيره جاير بولسنارو من ممارسة العمل السياسي مؤكدا أن ذلك لن يؤثر على حكومته وكانت محكمة برازيلية قد منع بولسنارو من ممارسة العمل السياسي لثمانية أعوام بعد إدانته باستغلال السلطة بسبب معلومات خطئة نشرها عن نظام التصويت الإلكتروني قبل هزيمته أمام داسالفا في انتخابات عام 2022 قال وزير الداخلية البولندي ماريوس كامنسكي إن بلاده سترسل حوالي 500 من أفراد الشرطة إلى حدودها مع بيلاروسيا وأثار قرار الرئيس الروسي بلاديمير بوتين بمنح قوات فاغنر خيار الانتقال إلى بيلاروسيا مخاوف بين دول شرق أوروبا الأعضاء بحلف شمال الأطلنطي من أن وجود المجموعة سيحدث زعزعة استقرار في المنطقة قال رئيس مجلس الدومة الروسية فياتشسلاف فولدان أن المجتمع الروسي أظهر نطقا ودعما لرئيس الروسي بلاديمير بوتين بعدم دعمه للتمرد المسلح الذي شده مؤسس فاغنر في يونيو الماضي وأضاف أنه على رغم من نظام التعددية الحزبية وإيطاحة الفرصة للتعبير عن وجهات نظر متنوعة إلا أنه لم يكن هناك شخص واحد يدعم التمرد وكان مؤسس الشركة فاغنر العسكرية الخاصة يفغيني بريغوجين قد 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 تمرد مسلحا في الرابع والعشرين من يونيو وتم إنهاؤه بالتوصل إلى اتفاق مع روسيا بوسطة رئيس بلا روسيا أليكساندر لوكاشنكو بوسطة رئيسة مالية وسردنية بيزنسة بود نيبراه أكد أن القوات الروسية تتمكنت من تدبير محطة ستارلينك الأوكرانية للاتصالات الفضائية ومركز للتحكم بالمسيرات بالقرب من أرتيوموبسك وأضاف أستفيفا المجموعة الجنوبية للقوات الروسية صدت هجوما شنته مجموعة هجومية أوكرانية في منطقة بيركوفكا في مقاتعة دونياتسك وأضمت نحو 30 من الأفراد العسكريين تدعمهم أربع دبابات وثلاث مركبات قتال موشا أعلنت الإدارة العسكرية في كييف أن روسيا شنت هجوما بطائرات مسيرة على العاصمة الأوكرانية هو الأول منذ 12 يومنا وأشارت الإدارة العسكرية إلى أن أنظمة الدفاع الجوي دمرت بشكل مبدئي جميع الأهداف الروسية لدى اقترابها موضحا أنه لا توجد معلومات في الوقت الراهن عن خسائر محتملة في الأرواح كانت صفرات الإنذار قد دوت في كييف وعدد من المناطق وسط وشرق أوكرانيا منتصف الليل للتحذير من غارات جوية عاد التنوع للعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا بعد فترة من التوقف تسببت فيه محاولة التمرد الفاشلة التي قامت بها قوات فاغنر تجاه القيادة الروسية حيث أعلنت السلطات الأوكرانية أن القوات الروسية شنت هجوما بالطائرات المسيرة هو الأول من نوعه منذ 12 يوما عودة حالة تركيز الهجوم الروسية على أوكرانيا تعد بمثابة تأكيد روسي على أن موسكو قد اكتازت بنجاح محاولة التمرد الفاشلة وأنها مستمرة في عملياتها العسكرية وقادر على مواجهة أي تهديد قد تشكله دول الناتو والدول الغربية على أراضيها رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة الجنرال مارك ميلي قال إن الهجوم الأوكراني المضاد على القوات الروسية سيكون صعبا ودمويا للغاية على حد وصفه وأشار إلى أنه غير متفاجئ من أن التقدم أبطأ مما كان متوقعا لكنه قال إن أوكرانيا تتقدم بثبات يأتي هذا في الوقت الذي تعهدت فيه عدة دول غربية بتدريب طيار أوكرانيا على طائرات مقاتلة أمريكية من طراز F-16 لكن الرئيس الأوكراني قال إن بعض الحلفاء يتبطأون في الوفاء بهذا الوعد وفي سياق متصل أكد مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية ويليام بيرنز أن التمرد المسلح الذي قام به زعيم مجموعة فاغنر العسكرية الروسية الخاصة أظهر التأثير المدمرة لحرب الرئيس بلاديمير بوتن في أوكرانيا على موسكو ووصف بيرنز التمرد بأنه تحدي مسلح للدولة الروسية لكنه قال إنه شأن روسي داخلي لم تشارك فيه الولايات المتحدة ولن يكون لها أي دور فيه ترجمة نانسي قنقر توقف عدد كبير من الموانئ على الساحل الغربي لكندا عن العمل بما في ذلك أكبر ميناء في البلاد في فانكوفر وذلك بسبب نزاع اجتماعي من شأنه تعطيل النقل الدولي للبضائع وبعد أشهر من المفاوضات غير المثمرة أضرب أكثر من سبعة ألاف عامل وتسعة وأربعين من أرباب العمل موزعين في ثلاثين ميناء وبعد عقود العمل وكلفة المعيشة من الأسباب الرئيسية وراء التحرك الجماعي الذي اتخذه الاتحاد الدولي لعمال الشحن والتفريغ وأمناء المخازن أعلنت وزارة النفط العراقية عن وصول صادرات البلاد من النفط الخام خلال شهر يونيو لأكثر من مئة مليون برميل بإرادات بلغت سبعة فاصل واحد من عشر مليار دولار وأشرت الوزارة إلى أن مجموعة الكميات المصدرة من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغ ثمانية وتسعين مليون وسبعمائة وخمسة وعشرين ألف برميل فحين بلغت الكميات المصدرة إلى الأردن مائتي وتسعة وتسعين ألف برميل هذا وبلغ متوسط سعر برميل النفط في العراق لشهر يونيو واحدا وسبعين فاصل أحدى عشر دولار للبرميل شهد قطاع الصحة تطورا كبيرا خلال السنوات الماضية في حين تعد منظومة التأمين الصحي الشامل التي تم إطلاق المرحلة الأولى منها منذ أربعة عاموام واحدة من النجاحات التي تحققت في قطاع الصحة حيث شهدت تسجيل أكثر من خمسة ملايين مواطن بتلك المنظومة اشتركوا في القناة وصلت حملة مائة يوم صحة أعمالها في أسوان حيث تم تكثيف التوعية بالخدمات التي تقدمها وزارة الصحة والسكان إضافة لتضافر الجهود بين جميع الجهات المعنية لضمان تقديم خدمات جيدة للمنتفعين وتشمل الحملة وخدمات الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة مثل السكر وارتفاع ضغط الدم والسمنة والتقزم وزيادة الوزن والاعتلال الكلوي ودعم صحة المرأة وغيرها من الخدمات الصحية نحن هنا مدواجدين لتفعيل مبادرة مئة يوم صحة بتاعت رعاية السيدة الرئيسة الجمهورية أنا هنا المسؤول عن تسجيل البيانات بيجي المواطن بيأخذ بطاقة بتاعته بعد كده بيسجل بنات بتاعته على السيستيم بعد كده بنتظر الزمالي بيعمله للتحليل اللازمة وكل الإجراءات بنتظر النتائج ودخل كل نتائج سواء كانت إيجابية أو سلبية لو كانت سلبية فإحنا الحمد لله كده تضمننا على المواطن لو كانت إيجابية متردد بيجي بنسجل بياناته على الكمبيوتر وبعد كده بنجيس الضغط والسكر ووظائف الكلة وصحة المرأة ومعانا زميلة هنا بتقوم فيما يخص بالمرأة يتم تسجيل التحليل ويرسالها لموقع الوزارة والحالات اللي بنشوف إنها تتحول لإحدى مستشفات الوزارة للصحة بأسوان بنحولها والفحصات والتحليل بالمجان بتشمل صحة المرأة بنشتغل لها بنكشف عليها المبادرة ولو في أي حاجة عنديها احنا بنحولها مع حد الأورام بأسوان أو الصداقة أو مستشفى الصداقة بنجسلها الضغط والوزن والطول وبنجسلها السكر المشكلة للسيدة الرئيسة عفتاح السيسي على الحياة اللي بيعملها دي ما شاء الله يعني خدمة المواطنين كشف بلاش السكر ووظائف كلا كل حاجة ما شاء الله يواصل التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي توزيع اللحوم على الأسر الفقيرة والأولى بالرعاية في محافظة كفر الشيخ وشهد مجزر كفر الشيخ عمليات الذبح وتكييس اللحوم وتوزيعها على الأسر الفقيرة والأولى بالرعاية مجانا حيث تم تخصيص واحد وعشرين ألفا وخمسمائة كيلو لحم بلدي ومستورد وتوزيعها على الأسر الأكثر احتياجا من الأرامل والمرضى ومحدود الدخل وذوي الهمم من أبناء المحافظة سعب الأضاحة بالمجان بنوفر له بيئة صحية سليمة كنا بنطهر بنظف وعنابر الزبخ متوفر مياه صالحة للشرب في مكان نظيف وصحي وآمل متوفر كشف على الحيوانات قبل وبعد الزبخ علشان نضمن خروج منتج صحي وسليم آمن صالح للإستهالة الأدامي كمان بنوفر خدمة النقل بالمجان لبعض الأماكن لبعض المواطنين اللي هم عندهمش عربيت نقل بحنا بنوفره خدمة النقل حلن نتبح هنا في محافظة كفر الشيخ 30 عجل عملي صالة 4 أيام كل يوم بنتبح 9 جول 8 في 2 يوم 7 في 3 في رابع 6 بتم الدبح تحت إشراف الطب البطري طبعا بيجي كشفوا على العجول قبل ما ينزلوا ولا ساعة بعد بنتبحوا بعد ما اللحمة تقطع كمان عشان تأكل من صلاحيتها اللي هم تمام بعد كده بنكيسها في طباق فل بنوزع على أهلنا في الكرة والنجوة والعزب حانا نصبح مراكز كفر الشيخ بكان أدى طلب الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية اليوم امتحن الدور الأول من شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي في مدة الفيزياء للشعبة العلمية والتاريخ للشعبة الأدبية وقامت غرفة العمليات المركزية قبل بدء الامتحان بالإطمئنان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات كما قام فريق العمال من الغرفة بمتابعة سير الامتحان بجميع المحافظات أعلن رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وليد جمال الدين نجاح تنفيذ خدمة التموين لأحدى سفن الحاويات الأملاقة بكمية مئة طن سولار حيث استقرقت عملية التموين ساعة واحدة بميناء غرب برسعيد وأكد رئيس المنطقة الاقتصادية أن تقديم خدمة تموين السفن بميناء غرب برسعيد يرفع تصنيف الميناء عالميا مما يساهم في جذب الكثير من الخطوط الملاحية وتعد هذه أول عملية تموين سفينة حاويات بالوقود بميناء غرب برسعيد وهي الثانية من نوعها في موانئ المنطقة الاقتصادية بعد عملية تموين لإحدى سفن البضائع بميناء شرق برسعيد مؤخرا نهاية نشرة الثالثة وهذا تفكير بأبرز عنوينها تواصل الجسر الجوية لأعدة الحجاج المصريين لأرض الوطن بعد أداء مناسك الحج الرئيس الفرنسي يعقد اليوم اقتماعا لتقييم الأوضاع على خلفية أعمال الشغب والداخلية تعلن توقيف المئات روسيا تدمر محطة ستارلينك الأوكرانية للاتصالات الفضائية وموسكو تشن أول هجوم بطائرات مسيرة على كياف منذ 12 يوما وصلنا مع حضراتكم لختم نشرة الثالثة نشكركم على طيب المتابعة ودمتم ثانيين اشتركوا في القناة